اشتركوا في القناة وف هي دلة شرطية فبديهيا كده معنى صم اف ان احنا هنجمع بناء على شرط معين صم افس بناء على اكثر من شرط هنشرح الاول صم اف اللي هي بشرط واحد يعني لو يكن مثلا هنا عايزين نجمع اجمالي المبيعات بتاعة التلفزيون فالشرط بتاعنا هنا مش هنعمل صم من المنتجات كلها الشرط بتاعنا اللي هو يكون ايه المنتج تلفزيون كل اللي احنا هنعمله زي ما تعودنا اي معادلة بتبدأ بيساوي وبعد كده بنكتب اسم المعادلة صم اف ايه متطلبات المعادلة اول حاجة الرنج ده المكان او المدى اللي فيه الحاجة اللي انت بتدور عليها احنا دلوقتي بندور على اجمالي التلفزيون فالرنج بتاعه اللي هيكون الكولوم اللي فيه ايه التلفزيون دي اول متطلب اللي هو ايه الرنج تاني حاجة الكرياتيريا اللي هي الحاجة اللي انا بدور عليها اساسا اللي هي ايه التلفزيون تمام؟ ثالث حاجة sum range ده المكان اللي هجمع منه القيم أي معادلة هتلاقي فيها كلمة sum range دي لازم تعمل select على الكولوم اللي فيه أرقام أو قيم فهنا عندنا المبيعات يبقى أول حاجة بنعمل select على ال range اللي فيه الحاجة اللي أنا بدور عليها أنا بدور على إيه على التلفزيو موجود فيه؟ موجود في الكولوم ده فعملت select على الكولوم كله ثاني حاجة اللي هالكرياتيريا الحاجة اللي أنا بدور عليها أصلا اللي هي الايه التلفزيون فعلمت على التلفزيون تقلت حاجة روحنا جمعنا أو عملنا select على الكولوم اللي فيه القيم وندوس أوكي أول ما دوسنا أوكي إدانا الإجمالي 4800 نيجي نتأكد كده إن إجمال التلفزيون 4800 أدي 1000 ودي 1600 ودي 2600 ودي 2222 يعني 4800 نجربها تاني كل اللي احنا عملناه يساوي sum f تمام؟ أول حاجة range هليكن مثلا المرة دي هنجمع مبيعات توشيبة المورد مثلا فهنيجي هنا في range بدل ما هنعمل select على المنتج إحنا عشان خاطر عايزين مورد يبقى نعمل select على الكولوم بتاع المورد ثاني حاجة الكرياتيريا اللي هي الحاجة اللي أنا بدور عليها اللي هي ايه توشيبة تمام كده؟ ثالث حاجة sum range نفس الفكرة زي ما قلنا المكان اللي فيه القيم وندوس أوكي هتلاقي ان مبيعات توشيبة بقت 6300 جنيه دي الطريقة الابسط او الاسهل لمعادلة sum f الفرق ما بين دي ودي زينا فكرة f البسيطة وف المركبة sum f بيبقى شرط واحد انت بتحطه عندك جمع لكن sum f كذا شرط او شرطين وليكن مثلا احنا عايزين نعرف التلفزيون اتباعة دي ايه من توشيبة هنيجي هنا هنكتب برضو يساوي sum f ونختار تاني واحدة اللي هي sum f نفتح المعادلة هنلاقي اول حاجة sum range يعني القيم اي معادلة بتعملها افتحها من هنا واقرأ لمكتوب عشان تعرف انت عايز تعمل select على ايه كلمة sum على طول دور على القيم في الجدول اللي موجود قدامك كلمة range يعني تعمل select على الجدول في المكان اللي انت عايز تدور عليه كلمة carteria ايه المنتج اللي انت بتدور عليه اصلا في الجدول تمام فاحنا اول حاجة sum range على طول عملنا على القيم كلمة curious range اللي هو المكان اللي احنا هندور فيه اللي هو مسلا او المنتج اول حاجة احنا قلنا ايه في التلفزيون اللي هو المنتج يعني. كلمة carteria 1 دي ايه الحاجة اللي انت بتدور عليها. تعمل select على الحاجة اللي انت بتدور عليها اللي هو هنا ايه التلفزيون. ولو خدنا بدنا في sumf التانية كاننك دي اخر مستطيل بندوس أوكي. لكن في sumif دي هتلاقيع على طول فتح لك شرط تاني. بقى carteria range 1. carteria range 2. دلوقتي carteria range 2 ده اللي هو احنا كنا عايزين ندور في фото souff Braun اللي هو الموردين. فنعمل select على المورد الموردين. كارتيريا اللي هو إيه اللي احنا بنضور عليه من الموردين. فهليكن مثلا توشيبا. وندوس. وكي. هتلاقي ثلاثة مدين هنا. ده إجمالي. التلفزيون اللي تبيع في توشيبا. يعني هنا هتلاقي. مثلا هنا توشيبا بيع تلفزيون. وهنا توشيبا بيع تلفزيون. هتلاقي الطتال ثلاثة مدين. لو غيرت مثلا في أي تلفزيون بعيد عن توشيبا يعني مثلا شارب هنا. دوسنا الف. مش هتلاقي المعددة تتعدلت Plan انك انت مختار الشرط بتاعك توشيبة. لكن لو غيرنا هنا في توشيبة هتلاقي على طول سماعت معاك في المعادلة. وزي ما هو واضح قدامكم اه ان او هي اه جمع بناءا على شرط انت بتحطه او شرطين انت عايز تحددهم. عايز تعرف اجمالي مبيعات مثلا فرع معين من فروع بتاعتك. عايز تعرف اجمالي مصروفات عندك في شهور معينة. اي ان كان بقى الشروط اللي انت عايز تخطها بناءا على الشغل بتاعك. هنعملها تاني مع بعض سريعا كده علشان خاطر. يبقى الموضوع واضح بالنسبة لكم. يساوي. وتختار تاني واحدة اللي هي وعلى طول افتح المعادلة عشان تقرأ اللي مكتوب. كلمة على طول نروح على القيم بدل كلمة موجودة. تاني حاجة هتلاقي يعني ايه المكان الاول اللي احنا هندور فيه اللي هو ايه المنتج. بعد كده نروح على هنختار مسلا ايه? احنا عايزين نختار الموبايل. على طول هتلاقيه فتح لك الكارتيريا رينج تو اللي هو مسلا الموردين عندنا هنا. وبعد كده كارتيريا تو احنا عايزين ندور فين? في شارب. وندوس اوكي. هتلاقي اربعة امتين ده اجمال الموبايل في شارب. لما نيجي هنا نغير عند دوشيبة مش هتلاقيها سماعة. لكن لو جبنا شارب مسلا اهو لو جبنا شارب وغيرنا هتلاقيه على طول سماعة المعدلة معي. يا رب اكون افدتكم ونلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله.